بتشيري لشيء مهم جداً يعني إن كان فيه نشاط جامعي مصرحي محترم وموجود وكلية هندسة يعني بعيدة تماماً عن مجال الفن وكمان كان منحظي إن انضميت لأسرة كان مأسسها واحد زملنا الله يرحمه يعني هو كان مهتم بالثقافة وكان بيجمعنا على حوار ثقافي أسبوعي فقعدت ثلاث سنين في كلية الهندسة بمثل وبعدين بيخرج وكده وبعدين ابتديت أحس إن أنا لأ يعني أنا مكاني مش صحة كده في حاجة مش مزبوطة فالحقيقة أنا كنت فكرت أروح أمثل أدرس تمثيل في معرفة المصرحية بس أنا كنت عارفة من دايوان إن أنا مش هقدر لأن أنا يعني عيلتي شوية محافظين ومعندهم مش علاقة بالفن خالص ومخيف بالنسبة لهم عالم الفن ده مخيف قوي فحسيت كمان إن أنا لو عملت كده أنا مش هقدر أدي نفسي كاملة للتمثيل يعني هيبع عندي محزير إنه لا بلاش المشاهد دي بلاش اللبس ده وأنا معرفش أعمل كده أنا طبيعتي معرفش أعمل كده فقلت أروح للإخراج أفضل لاب أنا صحبة العمل وفي نفس الوقت كان فيه في الفترة دي في الجامعة كان فيه حراك الحقيقة كبير لأنه كانت فترة حرب الخليج وكانت بعد انهيار للتحاد السوفيتي فكان فيه حراك سياسي وثقافي بين الطلبة كبير فأنا حسيت إن أنا اتشحنت قوي قوي في التلات سنين دول وبقيت عايزة أطلع الشحنة دي فلقيت إن الإخراج ممكن يكون هو يعني وسيلة مناسبة بس برضو ما قدرتش أقول لأهلي إن أنا هعمل كده وفي نفس الوقت قلت أنا يمكن أنا موهومة يعني دخلت معهد السينما ومن غير ما أقول لأهلي وفي دلت أروح كلية الهندسة ومعهد السينما مع بعض لمدة سنة وأقول لنفسي يعني هلأ أنت بالشرط تكوني موهوبة فأجرابي وخلاص فحصل إن أنا يعني الأسادزة يعني شجعوني وتحمسوني وطلعت الأول على دفعتي وخلصت السنة وخلصت كلية الهندسة ودخلنا في السنة التانية في معهد السينما ولازال الهندسة ولازال أهلي ما يهرفوش لحد ما جاءت لحظة كده لحظة إنه إيه كانت دي لحظة فاصلة يعني أنا كنت في محاضرة في معهد السينما كان بيدرس لنا الدكتور الجميل أستاذنا راجح داود موسيقى فكانت جزء من المحاضرة إن إحنا نسمعنا الموسيقى ونغمد عنينا ونعمل خيالات على الموسيقى وبعدين يوقف ونفتح عنينا وكل واحد يحكي خيالاته إيه فأنا حصل لحالة روحانية كده مش طبيعية مش طبيعية يعني وأنا من حاجة الناس بيروحوا في الحاجات قوي قوي فخلصت المحاضرة اتشفت إن عندي محاضرة دلوقتي في كلية الهندسة ومتأخرة عليها فجريت من الجيزة من الهرم للجيزة جامعة القاهرة ودخلت على المدرج فلقيت الدكتور واقف وبيشرح وكانت المادة اسمها ماتيريل ولقيته بيكتب على السجبورة نسبة الزلط للرمل للأسمنت في الخرصانة المسلحة شيء تاني خالص تلك الاثنين لواحد ثبتي هندسة قلت لها قلت لنفسي هتكسبي إيه أنك تاخدي هندسة وتاخدي تكسبي يعني بتثبي لنفسك إيه لا روحي للأنت عزاء أين كانت النتائج وخدي الرسك يعني وروح قلت لأهلي فطبعا كانت مشكلة ضخمة 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 يعني اعتبروا أن ده يعني سقوط سقوط يعني أخلاقي وانحرافي وكل حاجة في الدنيا ولأ أو ممنوع واتمنعته من الخروج من البيت وحرب بقى شديدة جدا لحد ما والدتي يعني ربنا ديها الصحة يعني هي زكية وأدركت أن أنا مش هتراجع فقالت لبابايا بقى احنا نعمل كومبرمايز لأنه هي مش هتتراجع وأنا مش عايزة أخسر هالة يعني فكان الاختيار التالت فأنا قلت آه إيه يعني ما يجراش حاجة حاضر عشان خاطر يسيبوني أعمل قالت لحنا نسيبلك السينما دي أعملي فيها لأنت عايزة واسمناش دعو بيها يعني تبريها هواية يعني بس إحنا عايزين شهادة من كلية